السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم طلبتي طلبة الصف الرابع الأساسي وأولياء الأمور الكرام درسنا اليوم يا رابع استكمال للدرس الثالث هذا الفيديو هو جزء الثاني من الدرس الثالث اللي كان بعنوان السكان في بطني هو آخر درس معنا للوحدة الأولى بداية بدنا نستذكر المعلومات اللي أخذناها بالجزء الأول حكينا عنوان درسنا السكان في وطني عرفنا السكان حكينا أن السكان هم عبارة عن مجموعة مع بعض يا رابع دايما نحكي معاي حكينا أن السكان هم مجموعة من الأفراد بيهيشوا على رقعة جغرافية اللي هي الدولة وبيحملوا جنسيتها بيتمتعوا بالحقوق والواجبة تمام هذا المعرف عشان أنت تعرف مفهوم الدرس أو المقصود بكلمات السكان بعدين حكينا أنه دائما المدن بتركز فيها أعداد كثيرة من السكان على الرغم من العديد من وجود العديد من المدن والمحافظات لكن المدن الرئيسية بيكون فيها أعداد أكثر من باقي المحافظات حكينا لأسباب سببين مين بتذكرهم؟ أحسنتم توافر فرص العمل وتوافر الخدمات في المدن الرئيسية كمان حكينا أنه عام 2015 كان عدد السكان في الأردن 9.5 مليون نسمة وحكينا أن النسمة هي وحدة قياس نعم وحدة قياس السكان طيب قسمنا السكان لثلاث فئات حسب مين بتذكر؟ حسب ثلاث شغلات ممتازين حسب العمر حسب النوع وحسب نمط المعيشة إلا أنا نستذكر حسب النوع حكينا أنه يقسم السكان حسب النوع اللي هو الجنس إلى شغلتين ذكور وإناث أما أقسام السكان حسب العمر ثلاث أقسام نتذكرهم مع بعض أطفال، شباب، كبار، السن وبالنسبة لألماط المعيشة يقسم السكان في نمط معيشتهم إلى ثلاث أقسام مع بعض يا رابع مع بعض أول قسم عندي هو البادية نمط معيشة البادية ثاني نمط الريف وثالث نمط اللي إحنا عايشين في المدين هذه أهم المعلومات اللي وردت معنا بالجزء الأول ومفروض أنه إحنا تكون حفظناها تمام يا رابع الآن ننتقل للعنوان الثاني عندك في كتابك بإسم الأسرة الأردنية أش يعني أسرة؟ الأسرة هي عبارة عن حجر الأساس في المجتمع طبعاً مكونات الأسرة زوج وزوجة يعيشان معاً بموجة بعقد رسمي وبيكون إلهم أطفال بيكونوا بيشوا في بيت مستقل تمام؟ إذن الأسرة هي عبارة عن أساس المجتمع وهي اللي بتربي أبنائها هي اللي بتنشئ جين طبعاً الأسرة تأثيرها المفروض يكون إيجابي تنشئ جين مؤمن بالله مخلص للوطن محب للعطاء هاي الأمور هي اللي بتربينا على الإسلام هي اللي بتعلمنا أهم المبادئ والأخلاق بتعلمنا كيف نحب وطننا ونكون مخلصين بإله كيف نحب نعطي غيرنا إذن الأسرة هي أساس المجتمع هلأ عنا النقطة الثانية اللي هي بينوان الديانة الديانة شو رأيكم يا رابح؟ شو إحنا ديننا؟ شو ديانتنا إحنا؟ ممتازين إذن إحنا ندين الإسلام تمام؟ إذن النسبة الأكبر من سكان المملكة الأردنية الهاشمية التدين بالإسلام يعني الديانة الرسمية عندي في الأردن هي الإسلام طيب هلأ في عندي عنوان رابع بكتابك بيتحدث عن العادات والتقاليد طيب إيش يعني عادات وتقاليد يا رابع؟ طيب العادات والتقاليد هي عبارة عن أمور مكررة وثابتة ومتوارثة بيقوم فيها الأفراد بشكل دائم ومتواصل تمام؟ تربينا عليها هاي العادات والتقاليد هلأ أهم العادات والتقاليد عندي في وطن الأردن معطينا بكتابك ثلاث أمثلة أول شيء هو الاحترام فدائما عندي الصغير يحترم الكبير ثاني نقطة هي الإحسان الجار يحسن إلى جاره يحسن إلى زميله تمام؟ ثلاثة الكرم كرم الضياف اللي هي المضيف يكرم الضيف إذن عندي الصغير يحترم الكبير مع بعض يا رابع أهم العادات والتقاليد في وطني الصغير يحترم الكبير الجار يحسن إلى الجار المضيف يكرم الضيف الآن بدنا نتحدث عن التنوع السكاني في الأردن شي يعني تنوع سكاني؟ يعني إحنا نعيش بالمملكة الأردنية الهاشمية وحكينا الديانة العظمى والغالبية هي الإسلام طب في عنا ديانة أخرى؟ نعم في عنا ديانة النصرانية المسيحية صح؟ كمان في عندي تنوع أنه في عندي هجرات إجاة على الأردن من أماكن مثل الشركة، الشيشان، الأرمن، الأكراد أدار كلهم عايشين في الأردن تمام؟ لكن إحنا عام نحس أنه في بالأردن اختلاف كنا منعيش في حالة من التراحم والمودة ما بفي عنا حروب مثلاً داخلية، أهلية إذن كنا منعيش حسب ما يسمى بالتنوع السكاني والتعايش السكاني إذن إحنا نتعايش ونعرف نتعامل مع غيرنا لو اختلف عنا في الدين أو في الأصل تمام؟ إذن الأردن يعد مثالاً للتعايش السكاني بالرغم من تنوع الفئات فيه تمام؟ وهذا سبب التنوع كان بسبب الهجرات السكانية المتعاقبة على أرض الأردن كل فرد لدينا صفات حسنة لكل فرد صفات حسنة نتحدث عن الصفات العامة لسكان وطني وهي الصفات الحسنة المحببة اللي نحب نلاقيها بالشخص لنتعامل معه طبعاً الأخلاق الحميدة يعني يكون صادق، مخلص، يحترم غيره حب العلم، يكون يحب أنه يدرس ويتعلم وينجح ثلاثة، التسامح التسامح يعني أنا لو شخص غلط في حق إيه أني أنا أتسامح وأعفو عنه تمام؟ رابعاً كرم الضيافة يعني إحنا في حدا فيكم بيجي يضيف عنده وبيته وبيطلعوا من غير ما يضيفه إشي إذن هذا إشي أساسي عندنا اللي هو كرم الضيافة إذن نعيدهم مع بعض الصفات الحسنة للسكان في وطني الأخلاق الحميدة حب العلم التسامح وكرم الضيافة بهيك نكون أنهينا درسنا يا رابع في هاي الوحدة الأولى إن شاء الله بعد ما ينزل الفيديو على المنصة رح أحدد واجب الوحدة أول درسين كنت أبعث لكم الواجب أنا محلول تمام؟ أعمله فيديو محلول هلأ بدنا نحل؟ أعطيكم يوم تحلوا مثلا سؤال سؤالين بعدين أبعث لكم أنا حال الأسئلة يعطيكم العافية يا مس أعطيكم العافية